بعد مرور 24 يوماً فقط على لقائهما بمرحلة المجموعات في المسابقة تتجدد الإثارة بين كوديفوار ونيجيريا في مواجهة أكثر أهمية حينما يلتقيان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وسبق أن يلتقى المنتخبان على ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيجان الذي يستضيف النهائية أيضاً بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة المقامة حالياً في كوديفوار حيث انتصر المنتخب النيجيري على نظيره الإفواري بهدف دون رد ويحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد نسخي 1980 و1994 و2013 بينما يتطلع منتخب كوديفوار للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015 وينتظر محب الساحرة المستديرة في القارة الإفريقية الكثير من الإثارة والندية في اللقاء ولسيما أن المنتخبين يحتلان المركزين الثاني والثالث بقائمة أكثر المنتخبات قيمة تسويقية في البطولة ويطمع منتخب نيجيريا الذي يتواجد حاليا في المركز الثاني والأربعين عالميا والسادس إفريقيا في مواصلة تفوقه على كوديفوار في اللقاءات الرسمية للمباراة الثالثة على التوالي كما يرغب المنتخب الإفوري الذي يسجل ظهوره الخامس في المباراة النهائية لأمم إفريقيا في أن يصبح أول منتخب مضيف يحرز كأس البطولة منذ المنتخب المصري قبل 18 عاما